شهدت مديرية سيئون مساء الاثنين مسيرة جماهيرية بالدراجات النارية جابت شوارع المدينة للمطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت ونغلها إلى جبهات القتال حسب بنود اتفاقية الرياض وانطلقت المسيرة السلمية من السدة القبلية بحي السحيل مرورا بالسوق العام ثم شارع الجزائر ووصولا إلى جولة الشافعي رافعين الشعارات تطالب دول التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي بسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلا عنها ونوه المشاركون في المسيرة بالتصعيد وأكدوا استمراره بكافة أشكاله حتى تنفيذ مطالبهم